ست سنين كاملة داء فيهم حلاوة الحب بكل تفاصيله وبالرغم من يقينه بأن العلاقة دي ملهاش مستقبل مقدرش يفرم المشاعر مع حبيبته لحد ما وصلوا لنهاية قصتهم مين هي وإيه الظروف اللي أجبرتهم يبادوا عن بعض ده اللي هتعرفوا معايا في الفيديو ده اتولت سعد رمضان في 1 يناير سنة 1987 في قرية برجة ورس موهبته الغنائية عن والدته سوزان غطاس اللي شجعته على تعلم عصف البيانو ودرس إدارة فنادق ومنه هو في الجامعة كان بيصرف على نفسه فاشتغل نقاش وجرسون ومنساش شغفه بالموسيقى وصمم على دراستها في معهد الكونسيرفاتوار في سنة تالتة كلية قرر يشارك في الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي ولقى معرضة قوية من أهله إلا أنه صمم على موقفه وحقق نجاحه شعبية كبيرة من أول لوحة غنائية قدمها على الشاشة ورغم عدم تحقيقه للقب إلا أنه كون قاعدة جماهرية عريضة في الوطن العربي كله وكانت انطلقته الحقيقية بعد البرنامج بنجاح أغنيته الشهيرة خلس الوقت فترة تخبط جمدة عاشها سعد بعد خروجه من ستار أكاديمي فجأة لقى نفسه من المشاهير خلال شهور والنجومية كان فاهمها غلط وعن كواليس الفترة دي من حياته قال شربت وعشت مسكنة مع بنت كنت مرتبط معها بقصة حب وكل دا ندمت عليه لأنه حرام شرعا في ديني كمسلم وربي غفور رحيم وشدد على استحالة زواجه من بنت سبق وعاشت مسكنة مع رجل أو دخلت في علاقة جسدية خارج إطار الجواز أنا مش قديس ولا نبي دي الجملة اللي عبر بيها سعد عن نفسه وقال أنا تربيت في ضيعة وعندي خطوط حمرة وموازب على الصلاة وكشف عن أن فترة كورونا غيرته كتير فبعد انحصار الأنشطة الفنية اتجه للبيزنس وفتح شركة عقارية في تركيا وبدأ يقرأ في مجالات مختلفة أكتر من علاقة عاطفية دخلها سعد في حياته بداية من مراهقته في سن الستاشر وكلام كتير تقال عن قصة حب عاشها مع زمنته في ستار أكاديمي المغربية ضياء الطيبي دا غير قصة حب وصفها بالتوكسك عاشها مع بنت المدة أربع سنين بعد خروجه من البرنامج لحد ما وصل لسمية اللي احتلت كل كيانه سمية هو الاسم المستعار اللي اختاره ساعد البنت عاش معاها أكبر حب في حياة قصته معاها استمرت لست سنين وصفهم بالأجمل في حياة بعدها تماما عن الأضواء ورفض حتى يقول اسمها الحقيقي واكتفى بالكشف عن أول حرف من اسمها وهو إيه؟ لأنه وشموا على دراعه سافر معاها معظم بلدان العالم وحرصوا على إخفاء هويتها وصل لدرجة أن حتى أصحاب المقربين ليه ما كانوش يعرفوها ولا شافوا حتى صورة لها الاحتياطات دي كلها ما كانتش منعاه من التعبير عن شدة حبه ليها فأي لقاء بيعمله حتى الأغاني اللي ترحى في فترة حبهم كان معظمهم رسائل ليها طب فين المشكلة؟ المشكلة إنها كانت مسيحية وأهلها رفضين فكرة ارتباطها بشاب مسلم بشكل قاطع لا همهم شهرة ولا نجومية ولا حتى إنها تفضل على ديانتها سعد وحبيبته كانوا متيقنين من إن علاقتهم ملهاش مستقبل بس حبهم كان أقوى من التفكير في شكل نهاية قصتهم هي ما استسلمتش وحاولت تقنع أهلها بشدة الطرق إنهم حتى يقعدوا معاه بس رفضهم كان غير قابل للنقاش ولما حسوا إن وجودهم مع بعض هيزيد في عذابهم بدون أمل قرروا الانفصال حالة انهيار دخل فيها سعدة على سجادة الصلاة بعد وداع الحبيبته في آخر لقاء جمعهم وعن المشهد ده قال قعدت أدعي ربنا يخرجها من قلبي ويخليها أسعد وحدة في الكون عمرها ما أزيتني أو شفت منها حاجة وحشة واعترف إنه مش قادر ينساها رغم مرور فترة مش قصيرة على انفصالهم وقال بيتي هي اللي اختارت معظم تفاصيله هدومي الأغاني اللي كنت بختارها وبغنها لها تفاصيل كتير مفكراني دايماً بيها بس خلاص رجوعنا مستحيل وبتمنى لها كل الخير واستعادة ترجمة نانسي قنقر